لكل من يشكو زحام وضوضاء القاهرة ولكل من شكك في جدوى مشروعات التجديد والتطوير ونحن نعاني من أزمات اقتصادية في الداخل والخارج ولكل من سأل بنبرة سخرية واستهزاء ماذا سنجني من انفاق كل هذه الأموال على ترميم المواقع والمساجد والكنائس الأثرية والاحتفال بنقل المميوات ورحلة العائلة المقدسة وبناء متحف حضاري كبير لكل هؤلاء جاءت الإجابة ليس من مسؤول مصري قد نجادله ونتهمه بالمجاملة لكن من مؤتمر دولي لوزراء السياحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقد في أسبكستان بمشاركة مصر الدول المشاركة في هذا المؤتمر وعددهم 57 دولة بإجمالي واحد وتسعة من عشر مليار نسمة وفقت على اختيار القاهرة عاصمة للسياحة في دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الموسم السياحي القادم ما أهمية هذا الاختيار وكيف سينعكس على المواطن المصري هذا اللي هنعرفه من المؤرخ والباحث الأثري الأستاذ سامح الزهار أهلا بك يا أستاذ سامح أهلا بك يا أستاذ سامح أهلا بك بداية إيه قيمت أن القاهرة تكون عاصمة للسياحة في 57 دولة حول العالم؟ أولا طبعا هي القاهرة واحدة من أهم العواصم التاريخية والأثرية في العالم كله وتحديدا في العالم الإسلامي وحضور القاهرة كمدينة إسلامية ما زالت تؤدي نفس الدور اللي كانت بتؤديه من أكتر من ألف سنة بشكلها الوظيفي بمبانيها الأثرية والتاريخية الوظيفية اللي بتؤدي نفس الأدوار من وقت ما بنيت مدينة القاهرة وبالتالي فالمساجد ما زالت مصلي فيها والكرائف كذلك الأسبلة نستخدمها في سوقي المياه وغيره فالقاهرة مدينة حية مش مدينة متحفية لا مدينة حية يعني مدينة تؤدي نفس الدور ونفس الخدمات فجاء هذا الأمر أولا هو تدويج للمقاومات السياحية المصرية المتنوعة اللي بتشمل المسارات المختلفة وكذلك لقيمة مصر التاريخية والحضارية وكما جاء حتى في التعريف الذي قدمته المنظمة والمؤتمر وقيل نصا أنه للتتابع الحضاري الغير منقطع في مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة القاهرة طبعا على ذكر المسارات أستاذ سامح إيه حيثيات اختيار القاهرة لهذا اللقب من خلال الأربع مسارات التي تكلموا عنها هم أربع مسارات رئيسة مهمة جدا المسار الأول طبعا كان المسار التاريخي والأثري وتم الإشارة لأثار مصر يعني بطلها وعرضها ولكن تم التركيز تحديدا على منطقة الجيزة وسقارة وأبو سيرت وضحشور وميت رهينة ومنطقة مجمع الأبيان المتفردة في العالم لا يمكن أبدا أن تجد في العالم الأماكن الإسلامية والمسيحية واليهودية المهمة التي بدأت في الشرق في منطقة واحدة فهي منطقة متفردة جدا بالإضافة للقاهرة التاريخية في عمقها التاريخي والثقافي المسار الثاني وهو كان مسار مهم جدا والمسار الثقافي المسار الثقافي بطلق محمد وهو الأنشطة الثقافية التي تقام داخل هذه المناطق ومصر ليست متاحف مصمطة ولا قصور مولقة ولكن هذه المتاحف تؤدي أدوار ونحن نرى المتاحف المتاحف الكبير ومتاحف الحضارة والمتاحف المصري بالتحرير وغيره عندهم أنشطة يومية ويستضيف المؤتمرات العلمية وحتى الأعمال الفنية المتاحف الكبير على طول في حفلات أركتر القاهرة وغيره فالمسار الثقافي هنا جاء بالتوازي مع المسار المعماري أو الشكل المعماري والتاريخ الرافض الثالث أو المسار الثالث وهو الترفيهي وتم الإشارة فيه إلى الحضائق العامة والأسواق والمماشي السياحية وغيره وبالمناسبة السياحة الترفيهية في مصر تحتل 55% من إجمالي الحركة السياحية وبالتالي هي شيء مهم جدا السياحة المصري هي مسياحة ثقافية بس مش زي ما احنا متخيلين الأرام وبالهول وبوسامب لا السياحة المصري متنوعة المسار الرابع وهو مسار المعالم الحديثة في مصر وجاء في الإشارة فيه نصا من المؤتمر وليس من الجانب المصري عن العاصمة الإدارية الجديدة وعن بعض المدن الجديدة نصه على ده فعلا ده طبعا في المصر الرابع فكان في إشارة مهمة جدا إلى البنية التحتية الحديثة في مصر وما قدمته إلى ملف السياحة السياحة دكتور محمد هي لغة الأرقام طبعا وتم الإشارة أيضا في هذا المؤتمر إلى أعمال مصر السياحية في الرابع الأول من العام 24 يعني لما نقول أن احنا وصلنا في هذا الرابع إلى 4 و 6 من 10 مليون سائح احنا في 2010 اللي هو بنسميه احنا كمتخصتين عام الزروة و 2010 كان استقرار بقى ما قبل 2011 والأحداثة التي ثبت ذلك اللي نعرفها كلنا كانت في هذا الرابع 4 و 7 من 10 فلما نرجع النهاردة الـ 4 و 6 من 10 إذن أنا تقريبا في ظروف صعبة محليا وعالميا طيب ده يعني جهد بالتأكيد مئات السنين القاهرة عمرها أكتر من ألف سنة لكن في السنوات الأخيرة إيه اللي عملته الدولة المصرية للحصول على هذه المكانة السياحية الدولية طبعا هي في المقام الأول البنية التحتية دي شيء مهم جدا لأن البنية التحتية طول عمرنا احنا كمان كناس بنشتغل في طلاعة السياحة بنشتك من البنية التحتية لأن المزار الأسري ليس فقط هو المكان أو المبنى لأ السياح بيمشي على طريق وبيروح يقعد في أوتيل ويستخدم مطعم يعني عنده مرافق عامة تماما بيستخدمها فبالتالي البنية التحتية دي دي عامل الرئيس النقطة التانية والمهمة أن السياحة المصرية بقالنا حوالي عشر سنين تقريبا احنا ماشيين بمشروعات كاملة مش مسئلة فردية مشروعات كاملة يعني ايه؟ يعني عندنا مصار العائلة المقدسة طبعا وده حج تاني يعني كما لحج المسلمين في مكة ولكن حج آخر حج مسيحي فرحلة العائلة المقدسة هذا المصار الضخم جدا لمن شمال مصر لجنوبها يوازيه وشوف الجمال بقى مصار آل البيت ده مصار إسلامي يوازي اللي موجود في القاهرة التاريخية وتحديدا في منطقة شارع الأشرف بحيث لوجود أطرحة آل البيت ومساجدهم المهمة وشوفنا الفترة اللي فاتت بقى مسجد الحسين والساحة والتجديدات طبعا والتطوير الكبير اللي حصل فيها باهتمام خاص من الرئيس يعني دي برضو ده بيبين قد إيه مكانت هذا المشروع بالنسبة للدولة المصرية طبعا المصرات متكاملة مش مالة سردية الحقيقة إنه ملف القاهرة يوستاذ سامح ملف كبير إحنا طبعا كنا بنتمنى إنه حياتك تشرفنا في الستوديو بس حياتك خارج القاهرة إن شاء الله تتعود قريب جدا لإنه محتاجين نتكلم أكتر وإحنا بنستعد بقى لاستقبال هذه المكانة وهذا اللقب بشكل فعلي في الموسم السياحي القادم الأستاذ سامح الزهار المؤرخ والباحث الأثري شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة